السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع سنقوم اليوم بإذن الله بالبدء بوحدة جديدة تتحدث عن الضوء وموضوع درس هذا اليوم هو مصادر الضوء وأهميته لكن ما المقصود بمفهوم الضوء؟ الضوء هو عبارة عن شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأجسام التي حولنا ماذا مثلاً لو كنت تقوم بالدراسة والكتابة وفجأة قطع التيار الكهربائي؟ هل ستستطيع الرؤية وإكمال دراستك؟ طبعاً لا ستقوم بالبحث عن مصدر لتستطيع الاستمرار في الدراسة كإضاءة شمع فالضوء يمكننا من رؤية الأجسام سنتعرف اليوم إلى مصادر الضوء وأيضاً أنواع هذه المصادر سنتأمل الصور التالية التي أمامنا في الكتاب صفحة 69 ثم نجيب على الأسئلة التي تليها لنفتح الكتاب صفحة 69 لنلاحظ مصادر الضوء لنلاحظ الصور تمثل الصورة الأولى صورة ماذا؟ نعم النجوم أحسنتم والصورة الثانية الشمس والصورة الثالثة مصباح كهربائي الصورة الرابعة أحسنتم البرق الصورة الخامسة مصباح الكاز والصورة السادسة مصباح الزيت إذن تمثل هذه الصور مصادر الضوء لنصنف هذه المصادر في مجموعتين ونحدد لماذا قمنا بهذا التصنيف صفحة 70 المجموعة الأولى النجوم الشمس البرق والمجموعة الثانية المصباح الكهربائي مصباح الكاز ومصباح الزيت لنفكر قليلاً ما الأساس الذي اعتمدنا عليه في التصنيف السابق حسب ماذا صنفناها نعم حسب مصدرين مصادر خلقها الله تعالى ومصادر صنعها الإنسان أحسنتم إذن نستنتج أن مصادر الضوء التي أوجدها الله تعالى في الطبيعة ماذا نسميها مصادر طبيعية ومصادر الضوء التي صنعها الإنسان أحسنتم مصادر صناعية طيب لنفكر معاً لماذا قام الإنسان بصناعة مصادر للضوء؟ لماذا؟ أحسنتم قام الإنسان بصناعة مصادر للضوء حتى يتمكن من رؤية الأجسام من حوله ويستخدمها عند غياب المصادر الطبيعية كالشمس إذن مصادر الضوء صنفناها إلى قسمين مصادر ضوء واحد يا رابع أحسنتم طبيعية مثل الشمس النجوم ومصادر صناعية مثل أحسنتم مصباح الكاز مصباح الكهرباء وأمثلة كثيرة وعديدة أخرى سنتعرف الآن إلى أهمية الضوء للكائنات الحية للإنسان للحيوان وللنباتات ما هي أهمية الضوء للإنسان وللحيوان وللنبات لنفكر معا أهمية الضوء للإنسان لماذا؟ نحتاج إلى الضوء لنحضر صندوق ونحدث به فتحتان ونضع لعبة هل سترى هذه اللعبة وهي داخل الصندوق يا صف رابع؟ طبعا لا لندخل ضوء مصباح كهربائي من أحد الثقوب ونرى هل سنرى الآن اللعبة عندما استخدمنا الضوء؟ نعم رأيناها طب لماذا؟ لماذا قمنا برؤية هذه اللعبة؟ لأن الضوء يسقط على هذا الجسم على اللعبة ثم ينعكس الضوء ويدخل إلى العين فنرى الأجسام إذن نستنتج أن الضوء يمكننا من رؤية الأشياء من حولنا فأهمية الضوء للإنسان رؤية الأشياء من حوله طيب ما هي أهمية الضوء للحيوانات؟ نتأمل الصور نعم لرؤية الأشياء من حولها والبحث عن الغذاء إذن أهمية الضوء للنبات؟ ما أهمية الضوء للنباتات؟ نعم لصنع غذائه عبر عملية البناء الضوء إذن يا صف رابع ماذا تعلمنا؟ لنجري مراجعة مع بعضنا البعض أن الضوء شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأشياء لا يمكننا الرؤية في الظلام أحسنتم وأيضا مصادر الضوء نوعان ما هي؟ مصادر ضوء طبيعية خلقها الله تعالى ولا نستطيع التحكم بها كالشمس والنجوم و مصادر ضوء صناعية صنعها الإنسان للتحكم بها واستخدامها وقت الحاجة كالمصابيح أحسنتم وأيضا أن الشمس هي مصدر رئيسي للضوء على سطح كوكب الأرض هي المصدر الرئيسي والمهم وأن جميع الكائنات الحية تحتاج ضوء والضوء ضروري للإنسان للرؤية رؤية الأشياء من حوله ضروري للحيوانات أيضا لرؤية الأشياء من حولها وضروري للنباتات ليصنع غذاءه عبر عملية البناء الضوء شكرا لكم أرجو حل الواجب وإرساله لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر